السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث لكم عن نسخة تجربية الثالثة لـ iOS 14 هنا نسخة تجربية الثالثة هنا نسخة تجربية الثانية فقط أضعها هنا لكي يمكن أن أجيب طريق فأخلى ذلك على جنب حين هذه النسخة الثانية ونرى النسخة الثالثة لو نخشي العديدات نروح عام نروح حول الإصدار هذا هو صار F في النهاية كان في الإصدار اللي قبل مثل ما نشوف في النهاية I فالآن صار F فمثل ما قدنا لكم حب حب نقرب للنهاية لو نشوف المودم أو لاقط الشبكة هذا هو حين 51-20 كان عندنا 51-17 ففي تغيير في لاقط الشبكة إلى الآن ما شوف في فرق لكن نشوف قدام بعد يوم يومين راح نحس بالفارق نشوف إن شاء الله يكون للأفضل خلينا نتكلم لكم عن الميزات أحين كبداية أول ميزة اللي اتكلمت لكم عنها في الفيديو اللي قبل وهي الوقلوك الوجة نزلت لحق الساعة نفسها فالساعة نقدر نحط الساعة هنا فلو نضغط هنا تحرير نقدر نضغط بلس راح نشوف الساعة هنا نقدر نضغط عليها ونختار أي شكل نبي تريد تحط كده دولة عندك لكي نتعرف الساعة أو بالخيار اللي تعبين أنه في النسخة الغديمة ما كان موجود لو نضغط هنا نضغط هنا مثل ما نشوف ما راح نشوف خيار الساعة هنا فالنسخة الجديدة نحط له الساعة حلو الميوزيك برضو أي قونت الميوزيك كامل تغيرت مثل ما نشوف صارت كده تقريبا رجعون للصدرات القديمة لأيو الساعة نشوف كيف كان الميوزيك لأيو الساعة الميوزيك كامل تغيروا الآن ١٤ رجعوا فرجعت الميوزيك كده صارت بشكل متعودين عني قديم ليس نفس هذا الشكل هذا البتا الثاني وهذا الثالثة يوم غيروا الميوزيك نفسها أيضا وضعوا وجز لحق الميوزيك هنا تقضي اضغط هنا وتختار إذا كنت استخدم برنامج الميوزيك بما أننا هنا في الميوزيك أيضا فيه خيار جديد مدة استخدام لنضغط عليه فيه اختلاف بسيط بينه وبين البيت اللي قبل نشوف معاكم مدة استخدام طبعا ما رح تفتحين الجهاز هذا ما استخدم كثير لكن من هنا ما نشوف المربع اوكي هنا لو نروح هنا نشوف التقسيم كيف سووه في حركة جميلة حين الغديم بس خطوط كده الحين فيه تقسيم هنا في الجنب فهذا التغيير الخفيف اللي حطوه في نفس الوجتس لحق مدة استخدام لو نشوف الاب ليبرالي برضو فيه شغل خفيف سووه فيه يطلع لك شعار كأنك أول مرة تسوي أول مرة تروح له برضو في الخيارات هنا تقدر تقدر تسوي مشاركة لحق المقطع نفسه أو البرنامج تقدر تنقل هنا برضو تقدر تسوي له مشاركة يعني كأنك بترسل نفس الحركة ما نبي نعيدها مرة ثانية تسوي لها مشاركة فهذا الخيار برضو لو نتكلم عن الرسائل لو نروح لبرنامج الرسائل تعدلوا أشقال خفيفة فيه الميموجي قيروها هنا ويضع لكم الخيار الرسائل هنا أسرع الانيموجي برضو بعض الأشخاص يقول لك قيروها وحطوا لك الفيسات الجديد أو تغيير بعض الفيسات الخفيفة أنا ما حصلت فرق فيهم لكن يقولون تغيير بالنسب لي ما شفت التغيير هذا أصلا لكن ليش ما نقول لكم إذا كنتوا بتشوفهم تغيير ممكن أن أشبتر برضو في الهاند واتش تكلمت عن ساعة أبل في الاصدار الجديد حطوا لك ميزة غسيل اليد وتكلمت عنها في الابل واتش الآن حطوا لك هنا في خيار لو تخش على الواتش نفسه ننزل آخر سيجت تحت رح نشوف هنا هاند واشنج مثل ما نشوف هذا الخيار هذا بش خاصة يجبون نشغلونا أنا تكلمت عن في ميزة الابل واتش الجديدة أنك تقدر لجي تغسل يدك يحسب لك خمسة عشر ثاني لين تغسل يدك بالصابون عن الفيروسات من الفيروسات لكن حين ميزة جديدة هنا لو تشقلها كل مرة تخش البيت قبل رح تجيك شعار في الابل واتش يقول لك تغسل يدك ترك نسيت تغسل يدك من برنامج اليوتيوب نفسه نحن تقدر تشقل فوق فلازم الفيديو نفسه يدعم للشي أو الشخص اللي رافع الفيديو يرافع للجودة عشان اللي قرر تشقله بس تقريبا هذة كل الميزات فماني عارف الان كيف البطارية ما البطارية توني منزل النسخة لازم أعطوني وقت سبوع كذا وأقدر أسو لكم فيديو ثاني نشوف الميزات كلها عن البطارية هالكويسة والمشو كويسة لان النسخة الثانية اعتبر الجهاز ممتاز لكن البطارية ما عجبتني لو نشوف لكم القيك بنش نفتح القيك بنش سويته كذا مرة لو نفتح السي بيو نشوف هذة الجولاي 22 هم هنا جولاي 7 هذا اللي قبل نقرب لكم هنا ونشوف جولاي 7 اعطاني 3429 الكل الان 3296 سويت مرة ثانية 3561 برضو في البيت الثاني اعطاني نواة الواحدة 1330 سويت المرة الأولى في البيت الثالث اعطاني 1325 واخر مرة اعطاني 1340 لو نشوف لكم هنا المتل اعطاني 7630 في البيت الثاني البيت الثالث اعطاني 7553 اعطاني 7253 فانا بالنسبة لي السرعة ممتازة اهم شي بس البرامج نفسه ما يسوون كراش هذا الحلو الشي اللي عجبني مرة حين في السوفتير هذا ما يعتبر ميزة لكن الحمد لله أبل صوتها اشخاص اللي عندهم السوفتير هذا او اللي عندهم الايو اس 14 على نسخة تجريبيه الثاني والأولى يعرف ان الاذر هنا لو تخش عددات عام والايفون المساحة التخزين الايفون تشوف الاذر ما اخذ كثير كلها من السيستم ابل كده على الايو اس 14 ما اخذ كثير من الجهاز كان الجهاز عندي مستخدم 214.2 من 256 لكن الان لو اخش العددات عام نشوف مساحة التخزين هنا نشوف كيف حين صار الجهاز حقي 141.9 مستخدم من 250 فأبل الحمد لله حلت مشكلة الاخرى او الملفات اللي في النظام مثل ما نشوف الفرق من 214 الى 141 حلو هذي الشي اللي عجبني كنت انتظر بكثير حتى قبل ما حدد الجهاز انا سويت سكينشوت قلت ان شاء الله تحلها أبل خلينا نشوفه حين فالحمد لله حلتها أبل فتغريبا هذي كل شي له ونشوف الان تو تو ما يحتاج أفتح لكم الان تو تو هنا نبدأ لكم من ريسار هذي نسخة الجربية الثانية لحق اليو اس 14 نسخة الجربية الثالثة في التست الأول هذي موجودة عندكم في الوسط نسخة الجربية الثالثة برضو لحق التست الثاني هذي على اليمين فسويت لكم اختبارين في النسخة الجربية الثالثة هذي وهذه النقاط عندكم موجودة انتوا بكيفكم تغررون طيب وانا نخلص الفيديو سوت كل شي تسوي اخراج وشفت المعلومة فقلت لازم اتكلم لكم عنها كبداية الآن برضو في الايو اس 14 حتى الجهزة الصغيرة تقدر تعدل على عرض الشاشة مثلا نتابيه زوم ولا صغير لو نخشل على ذات ننزل تحت نخشينا هنا الفيو أو ما تشغل جاز يقولك تابي زوم ان زوم اوت كيف الشكل سيكون عندك ذي كانت لحق الاجهزة الكبيرة فابل حطتها في الاجهزة الصغيرة برضو حين فيقول لك هذا الدليل على الايفون القادم برضو في شركة لو نفتح لكم موقع هنا ابل انسايدر يقول لك على البيتا هذا البيتا الثالث طلعتها كواد تدل على ان في ايفون رح جديد رح ينزل وهو ال 5.4 الايفون الصغير حتى الاسبك ريشو ورزروش لحق الشاشة مثل ما نشوف فشوفوا كيف الايفون الغديم كيف يوم نزل كم بيكسل وهذا الاسبك ريشو لنازل حق ال user experience أو تجربة المستخدم فهذا الشي طبعا ناسب التصوير اذا كان مش كويس طبعنا ما ادري كان اصور لكم الحين من الايفون اس اي مثل ما نشوف الايفون اس اي وحط لكم المايك هذا ومايك هذا مسوي له فيديو ومخلص من زمان فهذه الاشياء كلها ان الايفون رح ينزل من الايفون صغير وهذا افضل الجهاز لتستعد عليه في الاكواد الموجودة خلاص اعتبر اعتبر ان انا الايفون جديد 5.4 و 6.7 و 6.1 الاثنين كلهم والدليل على disability يقول لك نفس الحركة التي تكلمتكم عنها هذه فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشترك بالغناة و اشترك في حساب سناب شات تشارف بضبطكم و اعمل ليك المقطع و نشر المقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني وظل دعاكم السلام عليكم لماذا؟ هل تنسوني؟